ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذوكس خدمة القداس الإلهي الذي أقيم في كاتدرية البشارة بالعبدالي وفي نهاية الخدمة أعلن سيادته قرارات المجمع المقدس التي تسلم بمجبه الإرشمدريت رفايل غريفاس والأيكونومس تمعان الخوري مهامهما الرعائية في كاتدرية البشارة العبدالي متمنياً لهما متابعة العمل الرعائي بالتعاون مع الأيكونومس إيرينيو سمدانات وفي عضته أكد سيادته أن الهدف من هذه القرارات هو خدمة كنيسة المسيحي بكل فرح وتواضع وطاعة عوانه في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع من أبناء الرعائية